شاهدين الكرام مهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صحافة حول العالم نبدأ أولى محطاتها من القدس العربي أكثر من سبعين مفقودا في غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تونس انطلق من ليبيا اعتبر 76 شخصا في عداد المفقودين إثرى غرق مركب قبالة سواحل تونس الشرقية بعدما أبحر من مدينة زوار الليبية وعلى متنه مئة مهاجر على ما أعلن خفر السواحل التونسي الأربعاء وأكد الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي في بيان أنه تم إنقاذ 24 مهاجرا في معمليات البحث جاري عن باقي المفقودين قبالة سواحل محافظة صفاقس حيث غرق القارب المطاطي ليلة الأحد الاثنين وأكد خفر السواحل أنه أنقذ صباح الرابع والعشرين مايو 16 مجتازا من جنسيات مختلفة إفريقية وآسيوية كان قد تعرض زورقهم المطاطي المستغل في عملية الهجرة غير النظامية للغرق حوالي 6 ميال بحرية جنوب شرقي جزيرة قرن قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس كذلك أنقذت قوات من الجيش البحري ثمانية آخرين وانتشل جثة واحدة منهم بحسب البيان ترجمة نانسي قنقر